افتتح سعادة وزير الأشغال وشؤون البلاديات والتخطيط العمراني المهندس عصام بن عبدالله خلف المرحلة الأولى من شارع الجفير الدائري بتكلفة بلغت مليونين و 57 ألف دينار بحريني وجاء تنفيذ المشروع لتسهيل انسيابية الحركة المرورية وتقليل زمن الرحلة لما تشهده الجفير من تسارع في الإعمار والاستثمار الذي انعكس على زيادة المضطردة في حجم الحركة المرورية فيها التفاصيل في التغربة التالية مع التطور الملحوظ على الصيد العمراني والاستثماري في منطقة الجفير خلال العامين الماضيين أصدرت رخصة بناء لخمسة وعشرين مشروع استثماريا حيث زادت المشاريع الاستثمارية في المنطقة بنسبة 40% وهذا ما دعات إليه الحاجة لتحسين شبكة الطرق الرئيسية المحيطة بالجفير إلى جانب شوارعها الداخلية فافتتاح شارع الجفير الدائري يعد حلقة مهمة من حلقات التطور السريع في البنية التحتية لشبكة الطرق في المملكة مما لا شك فيه أن لهذه المشاريع عكاسات عدة على القطاعات السياحية والتجارية والاقتصادية التي تتمتع بها منطقة الجفير هذا المشروع الذي نحتفل في افتتاحه اليوم يتكون من شارع مزدوج يربط شارع الفاتح بالمنطقة المحيطة بنادي النجمة الرياضي ويوفر سبل الوصول إلى منطقة الجفير السكنية والاستثمارية بافتتاح هذا الشارع سيكون إلى هذه المنطقة الرئيسية والمهمة في العاصمة مخرج ومدخل رابع بالإضافة إلى المداخل والتقاطعات الأخرى التي تم بنائها وافتتاحها افتتاح شارع الجفير الدائري يعد استجابة لتسهيل سيابية الحركة المرورية في المنطقة كما يعتبر شارع الجفير الدائري أحد المشاريع الكبرى المدرجة ضمن برنامج عمل الحكومة والذي تم تنفيذه بتكلفة بلغت مليونان وسبعة وخمسون ألف دينار بحريني وقد تفضل سعادة الوزير بالضغط على زر تشغيل الإشارات الضوئية إعلانا بافتتاح الشارع أمام الحركة المرورية مع إطلاق ستين حمامة ملونة ترمز إلى تعدد الجنسيات في الجفير من جهة كونها منطقة سياحية وإلى نشر الأمن والسلام في المملكة من جهة أخرى تم في فترة ماضية الموافقة على تطوير شارع الفاتح وهو الجزء الممتد من تقاطع ميناء سلمان إلى تقاطع الدبلومات حيث وافق صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء حفظه الله ورعاه على خطة تطوير هذا الشارع وإن شاء الله في مرحلة قادمة سيتم تنفيذ هذا المشروع وتحويل الإشارات الضوئية الموجودة عليه إلى تقاطعات بالجسور وأنفاق ويمثل تنفيذ المشروع بمختلف مراحله نقطة فاصلة في زيادة الأهمية الاستراتيجية لمنطقة الجفير بوصفها إحدى أهم المناطق الجديدة نظير تضمنها على خدمات متكاملة ومرافق رايدة إلى جانب اعتبارها مركزا مهما للمقار الحكوميات إلى جانب اعتبارها مركزا مهما للمقار الحكومية والخاصة بالإضافة إلى منطقة تزيد فيها أعداد الساكنين والزائرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر